اليوم نكون واصلين للحلقة الثالثة من لعبة بوبي بلاي تايم شابتر 3 تزلنا حلقتين وعجبوكم بشكل غير طبيعي والهذا يا حباب لا تنسوا زر اللايك واشتراك معنا في القناة وايضا تفعيل زر التنبيهات ايضا لا تنسون كلكم تنشروا القناة في كل مكان خلنوصل يا جماعة لواحد عشرين مليون مشترك في اسرع وقت ممكن دعمكم جدا مهم يا اخوان لا تنسوا هالشي فالحماس عندي مليون وتوقع انتوا بعد الحماس عندكم مليونين مو بس مليون واحدة فخلنا نروح ونكمل مع بعض من اخر مكان وصلنا تذكروا يا جماعة نحنا نزلنا على طول من فوق بعد ما كملنا المنطقة ذيك في عندنا مكان كهربائي راح نشوف مع بعض حين الكهرباء واش وضعها وفي نفس الوقت حاطين لنا تلفزيون هني وممكن ان احنا نجيب شريط ونشغله هل في شريط في المكان ولا احنا شغلناه لا ما اعتقدنا هذا افتح هات الشريط نقدر ان احنا جماعة نشيك مع بعض ونشوف بس نقعد نشوف هني كهرباء راح نشوف الموضوع بس دقيقة خلنا نجرب نشوف مع بعض هني الشريط هذا شنو فايريته بالضبط بسم الله ما ادري ما احس الشريط اللي لقيته شي لا فايدة فكان شي غير مفهوم صراحة اما الحياة جماعة عشان نحل هذا الشي احنا محتاجين للإيد الثاني اللي موجودة عندنا وهي الإيد الخضرة احنا محتاجين نتوقع نستعمله هالطريقة هل نوديها مثلا فوق حلو فتحنا الباب على طول ودخلنا داخل واتوقع نحن راح نمشي بنفس النظام بالضبط نستعمل الإيد الخضرة بس دقيقة هذا اللي موجودة هنا ألو من اللي طق الباب المهم دقيقة احنا حين ما نحتاج دقيقة في شي هناك اقدر روح اه فانا اتوقع احتاج هذا اللي فيها كهرباء لا ما فيها كهرباء هذي دقيقة واحد منت هاي هاي نفتح هذا هذا الباب اللي تسكر دقيقة دقيقة أنا تقريبا شبه محشور أقدر أجي من هني أنزل شوي أيوة خذنا كهربة حط في هذه وفتحنا يا جماعة باب حلو وهذا الباب اللي بعدنا نفتح معنا بسم الله الرحمن الرحيم لازم أعجل لازم بسرعة شفي نخفت هنا دقيقة ما في شي خوف شفيك لازم بسرعة أروح ناخر من هذه ننجعني نحطه هني ننجي نركضه بسرعة وندخل داخل والحيم بعد ما دخلت هنا لازم أحاول أجيب الكهربة نفسها اللي أتوقع موجودة هناك كيف نطل لازم من هنا وهني ننزل تحت نجيب من الكهربة ونستعملها في المكان وراح تفتحنا الباب هذا كفوا علينا يا جماعة عدينا بعض الأماكن سلام عليكم هلا بالحبيب بس دقيقة أنا قبل شوي لمحت أنا قبل شوي لمحت هايلف هاي هلو يا عمي هذا وراء بطارية كيف أجيبها أوكي مو مشكلة أخلك لقيقة أنا أجرب أنزل من هني لازم أجيب الشسمة لازم أجيب بطارية الحين بطارية الفوق لازم أجيبها كيف راح أجيبها ما أدري سلام عليكم في أحد هني في شيء والله خايف حاول أكمل البحث حقي في المكان أنا قاعد أشوف مجموعة من الغرف هيا نفتح سلام عليكم بطارية شيء هلب مين أنا بأحد يهلب مي والله حتى أنا أحلى أجهلب آي مفتح شلون الحين بروح فوق أنا أتوقع أكيدهم حاط لقيت المكان دقيقة لقيت المكان اللي أحتاج من الكهرباء أقدر روح فوق آه ما أقدر روح فوق دقيقة أركض 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 أستعمل هني فتحنا هذا الباب بس دقيقة قبل أي شيء آي باب يمفتح السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم آي بسرعة يسكر فأجيب هذه حطها هني جيب لا حطها 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 فتح الباب نزل هات هذه حطها هني أنا ماذا لش سويت الحركة هذه لا ألو انحشرت حبيبي هاي هاي ألو ينفتح أشوة ينفتح أشوة في طريقة هني بس دقيقة أبا أفتح المكان هلا والله أنا وين جيت أنا وين جيت يا سلام سلم أنا حرفيا أنا ما أدري شقع أسوي ترى هلا والله لاب الحبيب هلا بالطيب هلا باللي ما أدري كيف أشوف وضع الحين لا تلف حتى في الحال يشوف حتى في الحال يشوفني ما أدري كيف حرفيا جماعة ما أدري كيف راح أقدر نأخذ منه هينفتح ما أدري كيف راح أخذ منه البطارية اللي ورا ظهرة في بطارية ورا ظهرة بس لازم نأخذها أنا جيت من ذاك الفنت بس فيه فنت ثاني يصير هني هذا وين يودينا بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم ننزل والله العظيم في شي ما يجرى أطلع بس دقيقة معقولة ما في شي والله يعني اللي يبيننا ما في شي بس تحدد الحين قاعد نحاول نحن نستكشف مع بعض ايوه أنا رجعت أنا رسميا رجعت جماعة رسميا رجعت أوكي أوكي خلاص لازم أحاول أشوف حلة الحين الموضوع هذا كله فالمكان هناك كأن مفتوح ايوه دقيقة أوكي إذن أنا بحتاج لهذه بسرا 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 أحتاج بطارية ثانية لازم ما أطول بسرعة أسرع شي ممكن أعتقد خلصت البطارية اللي هنا حط هذي خلصت أسرع 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 لازم أروح بجي بسرعة والله طول بطريقة وين الطريق وين الطريق وين الطريق ها ثانهم ما ضبطت لازم اثنينهم هذا في بطارية لا شا سوي في الحالة لازم ااخذ هذي مثلا احطها هني هذا في بطارية حلو حلو ناخذ من ذاك بطارية ونجيبها المكان يلا ونجيب بطارية من هني لا ما ضبطت بعد ما ضبطت بعد دقيقة لازم ااخذ بطارية من هني حلو اجيبها هني ااخذ من اللي هناك بسرعة والحق على نفسي وحطها مثلا في هالمكان واجيب بطارية ثانية في هالمكان بسرعة هاتها طفت طفت يا الله كي بداية خلونا نحاول نحل لوش سالفة الدب اللي موجود فوق انا اتوقع ان احنا لازم نجيون هني اوكي اه هذا مقابل جه ثانية استغلينا الموضوع ممتاز احنا كيف كيف ارجع كيف ارجع دقيقة من هني اعتقد ان انا قبله شوية رجعت من هني اذا ما خابضني ممهم المهمة الحين ان احنا معانا البطارية اللي احنا محتاجينها وين اروح وين اروح خلنا ننزل والله المكان قمة بسم الله الرحمن الرحيم شفيني خفت انا شفيني انا استخدمت او خفت المهمة لنا المكان قمة الرعب بس انتظروا شوية راح نحاول نحن نحلى بس المهم ان احنا اخذنا البطارية الحين في اعتبر نحنا على الاقل حلينا اول بسم الله الرحمن الرحيم والله خفت قسم بالله على باله احد قاعد يمشي المهم اول بطارية اركب اوكي الحين انا متأكد ان الحل حقي بالطريقة هذي انا متأكد ان الحل بالطريقة هذي بس لو تضبط معانا حطه اهني تمام هات حطه اهني هات هذا حطه الجهة الثانية حط لس قو ضبطة جماعة بسم الله الرحمن الرحيم اوماي جال وش هذا ماذر من لحاط هذي مو مهم مو مهم اسحب 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 روح لس قو روح يا حبيبي اوكي كسرنا المكان هذا وفتحنا منطقة جديدة خل روح نشوف والله طريق طولت في المكان عشان اقدر عدي منه بسم الله الرحمن الرحيم في شيء هني اتوقع لا اتوقع ان احنا بنمر بس من هذا المكان تح هلو يا حد اش الرسمات الغريبة هذي هلو والله في غاز خلنا نحط هذا احسي بطارية هني هي حلوة لشنو لا المكان كله دخان اوكي في دخان هني توقع لا هلو والله جبنا يا جماعة البطارية الثانية في نار أنا قدت يمكن تعدي من المكان ها طلع لا بس دقيقة نمسكها بالإيد هذه لأن نحن محتاجين لإيد الزرقة في الله بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة راح نعدي المكان هذا بسم الله لس قو عدينا بس وين نحن كنا قبل شوي خلنا روح أتأكد بسم الله الرحمن الرحيم وكيحنا قبل شو كسرنا هذا فالحين نرجع لهذا المكان في حي راقبني ولا لا لا وكي نومني ونومني موجودة هنا جماعة المهم خلنا نحط هذه داخل على طول وركبناها أتوقع قبل ما نضغط الزر يا إخوان لا تنسوا زر اللايك اشترك معنا في القناة خلنا نوصل الجماعة لـ 21 مليون مشترك فنشر القناة عن كل أصحابكم المهم خلنا نكمل مع بعض إخوان ونضغط الزر هذا الحين المفروض إن الباب ينفتح نفتحه وعدنا بابين هذا الباب وذاك الباب بسم الله يا أخي المكان يخوف والله العظيم أوكي ورسميا فتحنا منطقة جديدة وهي المنطقة هذه بسم الله دخلنا داخل وخزنت اللعبة على طول بس هم في سلك واحد إلى حد الحين ما قاعدة توصل الكهرباء قبل لا أضغط الزر يب في شي واحد ما قاعدة توصل الكهرباء معلنا خلنا نجرب أن نضغط الزر أنا ما توقع راح يصير شي بس خلنا نشوف لا والله راح يصير شي هذه دقيقة دقيقة يا جماعة يصير شي ثواني ثواني لس كو فتحنا باب سلام عليكم في أحد والله اللي يبيننا ما في أحد يال البيت ها ها توقعتنا ممكن ها ماذا دقيقة دقيقة آآ هي المفروض تدفع يعني بس أنا ما أشوف شي خليها تدفع بس دقيقة لو مثلا خلينا بهالطريقة سيئ سيئ شكاعة تضغط يا سيئ شكاعة تضغط أوكي كيف خلي روح آآ هذه أسحبها أوكي شفتوا كيف حلينا أول وحدة خلنا نجي بس للثانية هذه هذه وين لازم تروح أنا ما أشوف حكاها هروا صراحة آآ دقيقة 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 أنا أتوقع هذه بتجي سيئ تشقاعة تسوي أزار كثير والله إخواني عذروني عذروني بس دقائق دقائق خلنا حاول أستوعب لأننا عرفيا ما فهمت آآ شكاعة يصير هنا هني هني فيه كهرباء تمام هايش تالفتها ما أدري هاي ما أدري ما أدريش تالفتها لقي لا نضغطها انا شرح يصير هني فيه شي هني ما فيه شي في عندنا هادي هادي فوق آآ 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 نعلي مشولي مشولي لقائق 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 وين منت هادي أم ما أقدر أنطنى خلنا أحاول نروح فوق أشوف لأننا أتوقع أن في شيء أنا ما أشوفه يب في شيء الجهة هذي فإحنا أول خطوة لازم نسويها لازم نحاول نحن ناخذها خلنا نروح من فوق ناخذ هذه نلفها بحيث أن الأزرق يكون على هالجهة بس شيء أصفرني تقريبا مسكر علينا فأنا بعد لازم أجي وآخذ هذه وخليها تكون مقابلة أهني حلو؟ وأنا حين لازم أجي للهني أحدد على المنطقة وأسحب وتروح لكن في عندنا سور مخرب علينا ها شو سوي معه؟ في عندنا سور أصفر مخرب علينا هذا ما قاعد يخلينا نقدر نحن نعدي ها الباب ينفتح ما ينفتح قلت يمكن يحلنا المشكلة بس طلع لا لازم أحين أعرف أنا كيف أقدر أرفع هذا خلنا نحاول نتبع السلك الأصفر اللي هو تقريبا رايح هنا لا ما لا فائدة ما لا فائدة خلنا حاول أتأكد لو مثلا في شيء يفيد بالإيد هذه لنستعملها تدرون تدرون يا أخوان أنا أتوقع والله أعلم أن نحن بنحتاج نحل منطقة غير عشان نقدر نحن نفتح هذا دقيقة ما يجر أسحبها صح ما يجر أسحبها أنا أحاول لو ينسحب بس طلع لنا ما ينسحب في باب هناك ما أقدر أوصل له في الوقت الحالي بعد ممكن يكون الحل مختلف كليا يعني مثلا أخذ هذه ووقفها نزل الباب فهمت خلاص فهمت 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 كيف الحين اللي هناك لو أسحبها بس أمورنا تضبط أنا خلاص فهمت فهمت دقيقة أسحب هذه أسحب هذه خلنا نخل داخل أنا تعال أروح من الجهة اللي هنا أسحب هذه دقيقة أسحب راح ينزل الباب أنا أروح لللي موجودة هنا وأسحبها خلنا شوف الشيء صار إش صار إش صار إش صار إش صار وصلت الكهرباء للمكان ذاك بس ما أنحل شي دقيقة آه واسحب هذه روح آه لا إلا سحبت هذه تطفي الكهرباء اللي هناك أنا وش قاعد أسحب بالضبط تنزل وفي شي قاعد يصير أوه ماي قاد هذه طلعة تنسحب دقيقة أسحبها فعل هذه أسحبها أخيرا 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 أدخل داخل أسحب يدك أخيرا لقيت الحل والله طلع بسم الله الرحمن الرحيم خوف هذا المهم طلع الموضوع شوي يعني معقد حبتين معقد يا جماعة حبتين بس المهم في أننا إحنا قدرنا نحلى ونعدي المكان في زر أتوقع بنزل لنا مصعد أضغط بسم الله الرحمن الرحيم بدأ ينزل لنا على طول والله هذا الجزء من اللعبة خيالي خيالي بزيال نروح فوق الحالة اللي فوق الحالة أتمنى هذا المكان أوكي نفتح بعد لحالة ودخلنا داخل بسم الله هلو أنا وين جيت دقيقة خلنا حاول نستوعب مع بعض أنا ويني أقدر روح فوق زيادة تخزين أوكي معنات أننا حين رحنا مكان مختلف شوي ورحنا لمكان مرتفع بس تقريبا طولنا في المكان هذا اليوم اليوم حلقتنا طولنا فيها في حل الغازل في المنطقة أيوة أيوة طلعنا بسم الله ألو ايه لا لا أترك لم يفعلوا أي شيء غلط في الواقع نحن هنا للمساعدة هذا المكان يجعلها متوترة أنا سعيدة إن أولي قد ساعدك في الوصول إلى هذا الحد هي السبب في أننا وجدناك هنا لقد مررت بالكثير من الصعاب أنت تستحق توضيحا هيا بنا لا تقلق ستكون على ما يرام سنكون على ما يرام إن شاء الله إن شاء الله ألا بوي هلا بالممر اللي موجود تحت الأرض ولا ها شنوها مصعد توقع بينزلنا تحت الأرض يلا لا لا شينة استمع أنا لست عدوك لكني لا يمكنني ببساطة أن أتركك تغادر أن يحدث هنا أكبر منا جميعا وأنا بحاجة إليك حتى نتمكن من الانتقام من تلك الوحوش التي عذبتك التي عذبتنا لم يتصرفوا وحدهم إنهم تلاميذ الأصلي النموذج الأولي وعدين؟ النموذج الأولي يعرف بالفعل أننا قادمون الآن إذا حاولت الهروب سوف يقتلك قبل أن تصل إلى تلك الباب الأمامي إنه السبب في أنني كنت محاصرا في تلك القضية الفضيعة لفترة طويلة ليس لديك أي فكرة عن الأشياء التي فعلها دعني أساعدك في قتله دعني أساعدك في إنقاذ الجميع لقد رأينا جميعا كيف أنك قادر لقد قتلت هوكي لقد قتلت مامي أنت حررتني أنت مثالي لهذا كتناب قادم هو العقبة الأخيرة التي وضعها النموذج الأولي ضدنا لا يمكننا البقاء هنا حافظ على سلامتك سوف تتصل بك أولي أوكي تمام بس هالمرة من بنروح بأينا الحين بعد ما خلصنا من هنا أتوقع المرة الجاية بيكون عندنا مكان مختلف في الغالب فإحنا وصلنا حين لهن يا جماعة ضغط وزروا للايك كتبوا لي وش تتوقعون راح يصير إن شاء الله حلقات الجاية ونشوفكم على خير إن شاء الله بحلقات أخرى سلام